السلام عليكم حديثنا اليوم عن موقف محرج أمام أحد أقوى حكام العالم في زمانه كان الخليفة عبد الرحمن الناصر ترد إليه الوفود والسفراء من كل مكان وذات يوم جاءه وفد بيزنطة فوقه محفل لاستقبالهم وكان الناصر جالس على سرير الملك في قصر الزهراء وحوله أبنائه وحجابه وكبار رجال الدولة بدأ الحفل يتكلم فيه الخطباء والشعراء فقام الفقيه ابن عبد البر وكان معروف بفصاحته ولكن أبهره الموقف فسقط على الأرض مغمى عليه فاتجهت الأنظار إلى إسماعيل البغدادي الأديب الكبير والملقب أمير الكلام فتقدم وحمد الله وأثنى عليه ثم صمت ولم يستطع الكلام فازداد الموقف تعزم فقام الرجل الثالث وهو قاضي قرطبة منذر البوطي مبادر من نفسه دون ترتيب أو إذ مسبق فألقى خطبة عصماء ناسبة الموقف والمناسبة ارتجل أبيات فيها ترى الناس أفواجا يأمون بابه وكلهم ما بين راج وآملي وفود ملوك الروم وسط فنائه مخافة بأس أو رجاء لنائلي فعش سالما أقصى حياة مؤملة فأنت رجاء الكل حاف ونائلي ومن ذلك اليوم حاز القاضي البوطي مكان خاص عند الخليفة الناصر وكما قيل لكل جواد كبوة ولكل لسان حبسة ولكل خطيب سكتة